فعل أخذك على جامعة الدول العربية اجتماع على مستوى مندوب الجامعة العربية كان لإصدار موقف موحد من قرار محكمة العدل الدولية معانا على التليفون كاتب الصحف الكبير أستاذ العزب الطيب الطاهر أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك سيد يوسف إزاي صحية حضرتك يا فندم ويمكن أتساءل على يعني مش بس هذا الاجتماع في جامعة الدول العربية ولكن الموقف الدولي الحقيقة سواء زي كلمة محكمة العدل الدولية والموقف الدولي ولازم أن ننتهز الفرصة الموقف الدولي من الأنوروة للأسف يعني يعني يبدو أن أو ليس يبدو ولكن هذه حقيقة أن المؤامرة تتكامد الآن لدى هذه الدولة لديها منظمة حقوق إنسان عندما نقرأها تشعرنا بأنهم هؤلاء ملائكة ولكن عندما نرى تطبيقات في الواقع نشعر أنهم أكثر من الشياطين شيطانة واستهالة بحقوق الإنسان العربي وفي المقدمة من الإنسان الفلسطيني محكمة العدل الدولية تصدر قرارا مهما يوم الجمعة الماضي واعتبر في الجماعة العربية اليوم في اجتماع الذي عقد على مجلس الجامعة على مستوى المنظمية أنه حدث استثنائي تكمن أهميةه في أنه يعطي فرصة لاستعادة القانون الدولي يعني كان هذا هذا هو المنظور لكن الأوروبيين والأمريكان لا يعجبهم هذا وبالتالي قاموا بإجراء نقلة نوعية في التناول السياسي والتعاطي مع حرب الإبادة في غزة من محكمة العدل الدولية إلى الأنروا باعتبارها وهي الوكاية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تشغيل وتوظيف وخدمة اللاجئين الفلسطينيين منذ بعد حر 48 وبالتالي أرادوا أن يضربوا هذه المنظمة في مقتل لأنها تقوم بدور إنساني بالغ الأهمية وهم صحيح يقومون بدفع المساحة الأكبر من موازنتها لكن تصديقهم للسردية الصهيونية لتقول أن بعض موظفي المنظمة أو الوكالة بالأحرى كانوا ضلعين في في العملية الجريئة والنوعية يوم السابع من أكتوبر ضد الكائن الصهيوني ومؤسسه العسكرية ومستوطناته في غلاف غزة وأنا يعني هنا يجعلني أشكد في بنية البنية السياسية بنية الفكر السياسي والدبلوماسي والقراءة الصحيح لدى هؤلاء الذين يتحكمون في مصير العالم هل نعقل أن موظفا مدنيا تابعا لمنظمة دولية هي الأمم المتحدة الوكالة تعمل تحت إطار الأمم المتحدة سوف يتحول من إطاره المدني إلى ليكون فدائيا أو عنصرا مقاتلا مع حماس ويشارك في عملية عسكرية يعني هذا غير ممتق وكما قال وزير خارجية المستسامح شكري يعني في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية السعودي قال أن هؤلاء سبقوا التحقيق المنظمة بدأت التحقيق ولو تظروا نتائج التحقيق لكان بإمكانهم أن يعني نصدق تصوراتهم الوهمية ولكنهم لم ينتظر التحقيق وصارعوا بتصديق الرواية الصحيونية في هذا الشأن وعلى الفور بادر وزير الخارجية الكيان الصحيوني بالإعلان أنه فور انتهاء الحرب أو بالأحرى فور انتهاء حرب الإبادة على غزة سوف يعملون مع الشريك الأمريكي في الحرب وفي كل شيء ضد العرب وضد الفلسطين وهو الإدارة الأمريكية لإنهاء دور هذه المنظمة وهنا يظهر الهدف الحقيقي مما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية وبعض دول ككندا وإستراليا وغيرها من الدول التي قامت به تعليق أو تدميد مساهماتها في هذه المنظمة الدولية وأنا بهذه المنظمة أود نداء للدول العربية الدول العربية لديها فائد مال ويسرى في أمور يعني لا أودت حص عنها عليها أن تقدم البديل لهذه المنظمة المساهمات العربية في الأنورواء ضعيفة وفي أكثر من اجتماع لمجل الجامعة العربية على مستوى وزارة الخارجية العرب الذي يعقد مرتين في العام مرة في سبتمبر ومرة في مارس يأتي مدير الأنورواء ليتحدث أمام وزارة الخارجية ويناشدهم بالمساهمة بمبالغ يعني تتناسب مع حجم الدور العربي في القضايا الفسطينية ولكن الأسف المساهمات بالذات في الأولواء الأخيرة باتت ضيلة جدا وترك الأمر للدول الغربية وهنا تحاول تتحكم الآن في هذه المنظمة البالغة الأهمية في دورها الإنساني داخل قطاع غزة على تحال البديل في تقدير شخصي هو أن تبادل الدول العربية في مجموعها وأن تتمنى ذلك الجامعة العربية في اجتماعها المقبل في أقرب فرصة والاجتماع على مصورة الزوال الخارجية في مجموعها المقبل ومما في الكمة العربية ستتوقع في البحرين في 16 مايو المقبل أن تتمنى مثل هذه الألية أن تبادل الدول العربية بتوفير المساعة الأكبر من وزاة هذه المنظمة التي تخدم شعبا عربيا فلسطينيا ولماذا نتركه لهؤلاء الذين يحاولون يتحكم في مقاديرنا العربية والمجموعات الفلسطينية هذا جانب الاجتماع اليوم الذي عقد مغرب باعتبار رئيس الدورة الحالية لمجمس الجامعة سوف تنتهي في مارس المقبل المرجعية فيه الحقيقة هو كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطيني وهو السفير مهند العقلوق وهو دبلماس فلسطيني نشط تحدث بوضوح أن أهمية هذا الاجتماع أنه يوفر فرصة للدول العربية أن تتجاوز برحلة المناشدة والتنديد وربما هذا التعبير من دينا التوصل للدول الغربية والممتحدة وأمريكا والعواصل الغربية أن يتجاوزوا كذلك إلى الإقدام على خطوات عملية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في غزة عبر وسائل دبلوماسية قال ذلك بالنص وسائل دبلوماسية وقانونية واقتصادية وبالمناسبة هذا الاجتماع المهم أنه نحن نقدر بس نصل إلى القرار الموحد والدعم الموحد دون أن نقدم يعني رجل ونأخر رجل زي ما بنقول دايما في مصر أو أستاذ عزب أنا أشكرك جدا جدا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عزب الطيب الطار كاتب المعروف طبعا والمتخصص فيه الشؤون العربية